نهارده القناة التلاتاشر الصهيونية أذاعت خبر لأول مرة بيعلن حصل في مايو 2018 في نفس التوقيت تقريبا في شهر رمضان الماضي تحديدا في 22 مايو 2018 واللي كان بيواكب يوم سبعة رمضان قبل الاحتفال بالعشر من رمضان بليلتين إلا حصل كان في زيارة سرية لنتنياهو لمصر نتنياهو جي فطر في مصر داللي كشفت عنه قناة التلاتاشر الصهيونية دي بعد تفاصيل الزيارة نتنياهو يقول لنا شروع شمشان نتنياهو نفجش بخشايل לפני כחודשיים وחצי במצרים نسي مצרים أبدالفتاح السيسي نتنياهو تس لمצרים بـ 22 ماي يحد עם מספר קטן של يועצים ومأבטחים شابهم يتساين كماشاوت ساعدت اروخات الافتار شلش بيرات صومة رمضان إيمان السيسي وشاب ليسرائيل بشهات ليلة موخرة قعد في مصر بضع ساعات هو والتقم الأمني والمستشارين والحمد منهم جايين وقت افتار وإحنا أهلي خير فطروا في مصر حقيقة يعني تناولوا افتارهم بقولك عيلة في مصر واجبة الافتار مش واجبة الفطار الافتار طيب اي كان هدف الزيارة وهل هو بيحدث اليوم وهل الهدف من الزيارة ده حدث بالفعل اسمع كله بالترتيب والتنسيق الكامل الكامل مع السهينة تبقى بالنسبة للصهاينة تبقى بالنسبة للمصر تبقى المصر تبقى بالنسبة للصهاينة ده تحت ايه تحت حكم العامل السهيوني لأول مرة من سنوات طويلة بالفعل بيفتح المعبر نفذ ما جاء في هذا اللقاء لكن ايه المقابل ايه اللي عايزينه الصهاينة وليه عايزين يسلموا قطاع غزة لعباس دي التفاصيل الجديدة نتانيو في السيسي دانو جانب سجيات جفوتا خيالين في الزخيم שבידי חמאס נושא נוסף שאלה הוא תוכנית השלום האמריקאית של הנשיא טראמפ אותה הבית הלבן מתכוון להציג כנראה בשבועות החודשים הקרובים הסיסי הדגיש בפני נתניהו בפגישה כי פתרון למצב ברצועת עזה חייב להגיע דרך חזרה של הרשות הפלסטינית לרצועה ולקיחת אחריות על ניהול הרצועה גם אם הדבר יתרחש בהדרגתיות וגם אם הפלסטינים אבו מאזן לא יקבל את כל מה שהוא רוצה כבר בשלב הראשון וגם אם לא יהיה פירוז של רצועת עזה מנשק כבד כתנאי מקדים המסע של הנשיא המצרי היה שעל ישראל, מדינות הרב והקהילה הבינלאומית ללחוץ על אבו מאזן מש בכוח לחזור לרצועת עזה חרף העובדה שהוא לא רוצה לעשות זאת דה ابن الصهיינה בייחطط للصهיינה ابن الصهيونية בייחطط للصهיינה أهم حاجה נنزع السلاح من المقاومة ليه؟ عشان كلنا ننم على بطننا زي ما احنا نايمين على بطننا أهم حاجה נنزع السلاح قطاع غزה منزوع السلاح منزوع الدسم فاكر لسה من يومين لما كنت بكلمك على المفكر والشاعر السعودي اللي كان بيقولك الغزوات والفتح المشين للأندالس وكده قلتلك في ختام المقدمة الهويريني قلتلك في ختام المقدمة إنه كل الهدف ده عشان صفقة القارن وناس كتير استغربت قلتلك الهدف هو الانبطاح الكامل كله هم عايزين شعوب منزوعة الدسم بلا أنياب بلا أضافر منبطحة مشغولة في التفهات والقاذورات عائفة חתים من نزع كل قادة اللي عندهم نخوة أو ضمير تم تحييدهم من الجيش المصري ومحاربتهم وإخرجهم رويدة رويدة لكي يبقى لا يبقى من جنرالات الجيش المصري إلا المنبطحين والمؤمنين بالعلاقة الممتدة والحميمة مع الصهيمة في استثناءات تؤكد القعدة ولا تنفيها تؤكد القعدة ولا تنفيها ده سر العلاقة دي قناة 13 ودي قناة 20 هذه المشاهد خصرية أعتقد أن حضرك بتشوفها لأول مرة النهاردة هم أول مرة بيعلنوا النهاردة والأول مرة يحدث هذا في مصر هذه علاقة الحميمة الناس استغرابت لما فاكر لما عملوا الخيمة وقلت لك معمولة بالله بيد وزرق وليه كل حاجة بيد وزرق بتعامل في مصر بأن العالم أحمر وابيد ويسود بتعتحية مصر حتى الكبري الأخير ده المعلق لمواخزة لما نوروا بالليل نوروا باللازرق يعني إيه لي لي ينور بازرق ليه ليه إيه اللون إيه دخلنا باللون لا زرق يدخلنا أهلة الكبير يا أبا أهلة الكبير مع أن الكبري بتاع البصفور في أي بلد في تركيا مني أنا عايش في تركيا نور بالأحمر طول الوقت لو يمكن يتغير لول الأحمر ليه لأنه لون عالم تركيا ينور في مصر باللون لا زرق كل حاجة في مصر بقت زرق زرق وليسه حتى المشهد وقلت ده منتهى الوضوح كلام اللي بيحدث مع إيران ودي انت عارف انت لما بيبقى فيه كارسة فلازم يتعامل قنابل الدخان دي قنابل الدخان اللي هو غليان المنطقة عشان صفقة القرن الكل كل حاجة بتحصل ليه علاقة بصفقة القرن ترجمة نانسي قنقر